ديجلا بينجح في إيقاف كتار النادي الأهلي بالدوري بعد ثلاث انتصارات متتالية نادي وادي ديجلا بينجح في فرض التعادل السلبي على النادي الأهلي مستغلا طبعا أكيد الغيابات للضربة الفريق الأحمر بسبب كورونا رب ننشف طبعا كل اللعيبة يرجعوا قريب بس بخلاف طبعا دخول النادي الأهلي بقائمة اضطرارية المباراة كان في مشاكل كتيرة عند النادي الأهلي النهاردة جعلته غير قادر وفاشل تماما في انه يهز شباك محمد عبد المنصف أكيد اللي قدم مباراة مميزة جدا 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 بالنسبة طبعا لسنه وحتى بالنسبة لوزنه ووزن محمد عبد المنصف واضح جدا انه هو زايد ولكن الخبرة والتمركز ومعرفة ازاي النهاردة اقدر احمل مرمى بتاعي باقل جهد ممكن كل ده ساعد عبد المنصف انه هو يقدر يخرج بيه المرمى بتاعه النهاردة نظيف طيب ايه مشاكل كانت عند النادي الأهلي ده ودي دجلة بان في الشروط الأول على وجه التحديد انه هو الطرف الاكثر سيطرة الطرف الافضل الطرف الكرة معاه طول الوقت الاهدى اللي قالي كان عصبي جدا لعدة اللي كانت عصبية جدا 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 كل ده هشرحه معاكم في تحليل المباراة على البورد من الواحدة الاولى اللي هيبص على البورد اكتر حاجة هيلاحظها ان الفريل احمر في الشوت الاول من كامعة شوت الاول بعاد عن بعض متبعدين لكن لما نبص على الفريل الاصفر هنلاقيهم جنب بعض قريبين جدا جدا من بعض وعشان كده مثلا مثلا لو قلنا ان اللعيب ده هيبص الكورة عنده سري اوبشنز سري اوبشنز يباصل ده يباصل ده يباصل ده يباصل ده سهلة فاشع الزمان اللعيب ده اللعيب ده لو في التمركز ده وحب يباصي ما عندوش غير اوبشنز لورا ما عندوش غير اوبشنز لورا اللعيب ودي دجلة كان عنده تو اوبشنز لقدام وعنده اوبشن عرضي انما اللعيب الاحمر عنده تو اوبشنز وورا بس ما عندوش اوبشنز لقدام وليلين ليش احنا بعاد عن بعض نفيش قرب مسافات وهنشرح طبعا ليه المشكلة دي حصلت في النادي الأهل النادي الأهلي ما كانش عنده مشاكل في الجانب الدفاعي حتى غياب محمد هنا ودخول لأحمد رمضان بيكهم وبرضه أنا هجاوب على سؤال ناس كتيرة جدا سألته لي إيه تقييمة لأحمد رمضان بيكهم جاه باكي مين وهل ينفع يعني يشيل الحتة دي مع محمد هاني هنجاوب عليها بس في كل أحوال ما شوفش إن أحمد رمضان بيكهم وجود وغياب محمد هاني كان فيه أزمة الربع الخلفي سيبت لحد ما بنفس الأداء بنفس الشرك بنفس كل حاجة خطر وسط حمد فاتح وقال لي ديانج بيكامله عادي مشكلة لعند النادي الأهلي كانت فيه السلاسي اللي وراء محمد شريف السلاسي اللي وراء محمد شريف كان فيه لخبطة حسين الشاحات المفروض بيبدأ كراية وينج وليد سليمان بيبدأ كبلاي ميكر وصلاح محسن بيبدأ كاليفة وينج بيضم ساعات جنب محمد شريف كمهاجمتين طيب إيه الأزمة بقى هنا؟ الأزمة أن تغيير مركز البلاي ميكر ما بين وليد سليمانو وبين حسين الشاحات في أغلب الوقت كان بيعمل نقص عددي للنادي الأهلي في منطقة عمك الملعب أو نص الملعب وهي المنطقة اللي كانت مدية امتياز للنادي الأهلي في التلاث ملشوط اللي فاتوا يعني تفتكروا لما انا اتكلمت على وجود محمد شريف كمهاجم أساسي لنادي الأهلي وخلاص هو حجز مكانه الراجل ده الراجل ده عشان يبان خطورته وعشان يظهر لازم نلعب من هنا نلعب من الجزء بتاع العمك ده نبعد تماما عن الكرات العرضية شكرا أول ما تلاقي النادي الأهلي ومحمد شريف المهاجم بتاعه الأساسي وتلاقي الفرقة بتلعب أو أجبرت ان هتلعب عرضيات يعرف ان الفريق هيبقى نسبة تهديفه تنزل قوي تنحدر وهنا قديكوا رقم بسيط النادي الأهلي في المباراة عمل 21 كرة عرضية رقم كبير جدا 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 يعني متوسط بنتكلم 10 عرضيات في شرط الواحد من 21 عرضية دول 6 بس راحوا لزميل يعني بنتكلم تقليبا كده في الربع ما يقرب الربع يعني والتلات تربع اللي بقين دول كلهم طاروا مافيش التالي ده يؤكد اللي احنا قلناه العرضيات فكرة فشلة تماما للنادي الأهلي طالما بتلعب بمحمد شريف وطالما بتلعب بيه السيستم بيلاعب بيه موسيماني ويه تاكتك موسيماني وشوفنا طبعا مصاندر ماينفعش تابع عرضيات النادي واي دجلة قدر في الشوت الأول انه ينرفز لعبت الأهلي بايه بقى انه فرض رتمه الرتم بتاع نادي واي دجلة كان رتم بطيء للغاية بطيء للغاية الكرة بتتمرر طبعا عارفين تيكي تاكا وبس يلوصي ميكمل الشغل بتاع تاكيس والدنيا ماشية زي ما هي مافيش اي اختلاف تستلم الكرة هادي جدا ما تقلقش ان العبت الأهلي تضغط عليك تقلقش اهدى وتروح ممرر ويظهر لك واحد وينزل لك فتمرر وتهدى كل ما تمرر كتير كل ما الفرق اللي قدامك بتتعصب أكتر ولما يضغط ضغطتين وما ياخدش الكرة يتعب ويرجع ده اللي عام لودي دجلة في الشوت الأول مع النهد الأهلي وشوفنا من ديئة عشرة للديئة عشرين عشر دقائق كاملة الهجمات بتجمع عند ودي دجلة بتوصى من عند عبد المنصف لغاية ما بيوصلوا للطرف ويرموا الكرة العرضية اللي ما بتوصىش أي حياتي أصلا مش هدين هجوم هم عندهمش إمكانيات اللي تخليهم يوصلوا بمرة عشرينية وهو كورة حتى بتاع الكالديروم بس هي اللي عملت خطورة في الشوت الأول لما تسع الكرة العرضية لعيبها ودي دجلة طوال المباراة صفر راحت لزميل فما كانش ده تارجت أصلا تارجت ان انت بتحاول تمسك الكرة وتضيع أكبر وقدر من الوقت ممكن بتطوّط زمن الهجمة وفعلا دي ودي دجلة طوال الأول زمن الهجمة في رجلوك وتقضل بكتير من زمن الهجمة على الأهلي فما كنت تترد نلعبني هذه الأهلي كم متعصبين جدا تاك 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 أربع لمسات وتروح تنلفز محمد شريف مش عاقب تحرك لماذا محمد شريف مبانش النهاردة النهاردة ببكرمش على محمد شريف لماذا محمد شريف النهاردة يا جماعة له محاولة واحدة على المرمى وشاطها تصدّط يعني في الدفاع محاولة واحدة فقط لماذا محمد شريف مظاهرش النهاردة لأن الثلاثة اللي تحته كانوا بيلعبوا مش مناسبين لبعض وبيلعبوا بطريقة سيئة جدا 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 وبيتحركوا غلط كل الغاط عملوه كل الغاط عملوه صلاح محسن جهد وفير جدا جهد عالي جدا جدا لكن اللي كان لعبه فردي كان لعبه فردي بطريقة زايدة على اللزوم جدا صلاح محسن كان كل تفكيره ازاي يخش ياخد الكرة هوب يشوت حتى لو الكراط اللي كان بتجيله في النقطة اللي هو لازم يلعب كرة عرضية هادية لزميله كان بيلعبها كرة عرضية فيها كده نص كروس ونص شوطة تحس كده برضو ايه هو هاين عليه ان هو يلعب الكروس عادي لزميله عاية شوت دي عقلية اللعب فصلاح محسن الحتة دي الحتة الشمال عند الندر الاهلي كانت محروقة جماعيا تماما وليد سليمان طبعا خبرة كبيرة جدا 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 لكن بتاعب قدام لعبه صغيرة فواضح جدا ان اي ضغط عليك ما بتقدرش تستحمل او انك تحافظ على الكرة بسهولة وليد سليمان خسر كرات كتيرة في الشوط الأول وكان على طول طبعا بنشوف ان هو بيطلب من الحكم ركل الجزاء فاول ليه بس طبيعي انك تتعرض لهذا الضغط حسين الشحات قدم واحدة من اسوأ من اسوأ مبارياته في الفترة الأخيرة مع ان النهاردة كان عنده مساحة انه يطلع حاجات كتيرة عنده لكن حسين الشحات قدم واحدة من اسوأ من اسوأ مبارياته ويكفي ان اقولكم ان حسين الشحات اكتر لاعب في النادي الاهلي خسر كرات في نص ملعب ودي ديجلة ست مرات افسد للإنان للأهلي ست هجمات مرتين جل بالكرة غلط يعني في الدريبلي جل بالكرة غلط واربع مرات خسر الكرة تحت الضغط دي ارقام كبيرة ارقام تقيلة للعيبي تقيل زي حسين الشحات واحسين الشحات طبعا العيب اكيد انا بقيموه المباراة دي ما بقيموش تقييم عام حسين الشاحات لعيب كبير مع كامل احترام طبعا لكل الانتقادات اللي ممكن تتوجه له طبعا بشدة جدا بعد المباراة دي ولكن حبيب نتكلم عليه في المتش نهاردة day off day off حسين الشاحات وحش قوي نهاردة سيء ويا ريت يتفرج على المتش طبعا الحالة بتاع حسين الشاحات الترجمت في اللقفة السيئة اللي شفناها في اخر المباراة لكن محمد شريف ارجع تاني ما ليه ما ظهرش ما ظهرش عشان السلاسي ده ما عارفش يقدم الواجبات المفروض تتعمل ليه الجناح الشمال بلاي ميكر والرايت وينج ما شفتش حسين الشاحات اللي انا اعرف عنه ان هو بيبدأ يقف هنا هو يختارك للعمق ويفتح مساحات وياخد مدافعين معا هاتي الكمان الشفت اللي عملها مع وليد سليمان كبلاي ميكر كانت سيئة جدا بس الشاحات لا يصلح كبلاي ميكر ما ينفعش ما ينفعش يلعب مع اي اعقا ممكن يلعبها مع المقصة ممكن لكن مع النادي الاهلي ولا ينفع يلعب مهاجم تاني ولا ينفع يلعب بلاي ميكر وبالتالي كل الاخطاء دي في الشفت الاول سمحت النادي والي دجلة انه يستعيد الكرة بسهولة جدا من النادي الاهلي ويعمل حجمات اكتر ويعمل محاولات على المرمى اكتر ويقدر النهاردة انه هو يمسك الكرة ويضيع وقت ان النادي الاهلي دجلة اكيد مش التارجل بتاعه نكسبنا الاهلي اخطات نقطة لا طبعا لو خد نقطة واحدة حلو جدا ده مكسب لنا جماعة ان احنا نقدر نوقف سلسلة الانصارات للنادي الاهلي ده كان الشوت الاول وخرج ولي دجلة مبسوط تماما عملنا التارجل يا جماعة زي الفل عايزين نكمل وبي طريقتنا الى اربعة خمسة واحد بنقفل ويه بنمنع الاهلي ويعمل اكبر قدر من الهجمات شوطين مستمعين تدخم بين الشوطين ووضح جدا جدا التعليمات بيه يلا يا جماعة نقرب شوية من بعض ونلعب مع بعض ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نهدد المرمى من رعوب وده فعلا فضل لمدة خمسة عشرين ديئة لغاية او بالضبط بالضبط خمسة عشرين ديئة لان التحول هيبدأ في خمس دقائق كان الاهلي يعمل منه من سبعين لخمسة وسبعين ومن ديئة خمسة وسبعين بدأ الاهلي خلاص بعد احنا نزل بدأ التركيز التام على الكراسات وعلى الكرات الطلاب في اول عشرين ديئة مشروط تاني الاهلي لعب كرة حلوة وقدر ان هو يلعب الكرة المعتادة بتاعه نادي ويدجلة فعلا كان عنده فشل في ان هو يقدر يستخلص الكرة بسهولة من الاهلي وشوفنا اول فرصة حقيقية اول فرصة حقيقية للنادي الاهلي كانت في الديئة تلاتة وخمسين التزديدة بتاعة علي معلول الفكرة مش في التزديدة الفكرة في الهجمة الهجمة الكوات تتدرك بشكل كويس جدا 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 لغاية لما وصل محمد شريف لداخل العمق وطار علي معلول من الباك وسب الطرف لصلاح محصن ودخل هو في العمق واحمد رمضان بيك هاب باير ووليد سيمان متقدم وقاليو ديانج متقدم وحمد فاتح متقدم ونادي دجلة ارتبق جدا فكل الكورات المرتدة من منطقة جزاء ووليد دجلة كنت منشوف دايما عما شايف منطقة الجزاء لاعب النادي الاهلي وبالتالي ده هيوريك السيطرة العددية للنادي الاهلي في وسط ملعب واي دجلة ما شوفناهوش في شروط الاول ليه كان امتشار لعب واي دجلة افضل فالكورة اول هاجمة حقيقية على مرمى محمد عبدالمنصف كريف ديئة 53 طبعا ده وقت متأخر جدا 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 بس طبعا تقلق محمد عبدالمنصف تشل الكورة ببراع معين الكورة اه هي منتصف الجون وكل حاجة لكن الكورة كانت سريعة كورة كانت سريعة محتاجة رد فعل سريع جدا جدا فكان الرفلاكس بتاع محمد عبدالمنصف كان امتياز منال الاهلي بعد الفرصة دي حاول تاني يهاجم من العمق بس ما كانش قادر ان هو يخلق المساحة اللي محمد شريف دي ما كانش هينفع يعملها ليه بقى؟ عشان التحركات بتاعة السلاسي بطيئة نرجع بقى للموقت ان قلتهلكوا قبل كده صلاح محسن والكورة مش في رجله ما بيتحركش كتير ما بيجريش ما بيفتحش مساحات الزميله عنده مشكلة مزي كهرباء واحدة من ميزات كهرباء بانت النهاردة لما غاب انه كهرباء لما بيلعب الفكرة بس مش في حتة الفنش وحتة النهاردة ان انا عمل خطره عمرنا لا الفكرة انا بعمل ايه والكورة مش في رجلي انا بعمل ايه والكورة مش في جايه انا بتكلم هجو مني وليد سلمان زي ما قلت لكم لعيب طبعا اكيد السلا مؤثر بكتير على المجهود البدني وعلى طريقة الجالي وسهل جدا جدا لاي مدافع نهاردة هو يرائب وليد سلمان مش معضلة ومش ازمة فبالتالي محمد شريف لقى نفسه عاليان لقى نفسه ما عندوش اي مساعدة ومرمي لوحدة 8 عشان كده ما ظهرش في المباروحة بسين الشحات طبعا بقى تاني بقول ان هو كان day off بتاعه انه ديوية دجلة في شو تاني فيش اي هجوم على مرمى محمد الشناوي اللهم ايه الهاجمة بس خدوها من الجبهة اليسرى عن طريق اليرون قبل ما يخرج ولكن ما سببتش اي خطورة لان الفريق عقليا والمنتراتي بتاعته ما كانش فيها اي تركيز في الهجوم زي ما قلت لكم الفريق عايز يخرج بيه التعادل انهي التحليل بتاعي بس عايز اقول على احمد رمضان بيكهم هي اول مباراة له تسعين دقيقة نشوفه شكل كامل برشحكم عليه حكم نهائي بس افتكروا ان انا قلت لكم احمد رمضان بيكهم ستايل لعبه وجسمه يميل ان هو مساك اكتر منه فول باك احمد رمضان بيكهم بالنسبالي فكرة انك تعتمد عليه كفول باك عايزه يطير صعب ممكن تعتمد عليه كفول باك بس تثبته تخليه واقف وراه ما يقدمش كتير يبقى قوة دفاعية حلوة ليه كفول باك انه هو واضح جدا من ستايل لعبه ستايل لعبة كاتي هو باك مساك الجسمه قوي طويل كمان اجريسيف في قراراته هو ما عندهش اتزان ما عندهش عقلانية شوية الكروسات بتاعته يعني وانس ان الفاليه بيتضغط على طول بيستخدم الباور اكتر ما بيستخدم المهارة وشوفناه في نات المباراة كورتين عرضتين راحوا راحوا قوي راحوا برا المرمى فده ده تقييم اولي مبدئي مني مقدر شرحكم عني طبعا من مباراة واحدة ده امر بقى ظلم جدا له ولكن تاني انا بقول مبدئيا ربما احمد رون بيكهم هينفع النادي الاهلي كمساك او يلعب فول باك ما يطرش مش هيديك هجوميا مش عنده الحتة دي ما عندوش مهارات محمد هيني الهجومية ما ازاي يعالي معلوم ازاي احمد فاتحي لا دي مش عندك المهارة دي مش عنده ولكن هو قوي بدنيا ممكن لو انت بتلعب ماش قوي وعايز تحط فول باك ثابت وقوي وقفلك المنطقة دي بس ما تقدمش عامل كزا استيرح حمالة طلبة ممكن تلعبه على الخط بس توقف ما تطرش ما تقدمش او لو عندي مشكلة في المساك ممكن ادخلك تلعب مساك واستغل القوة البدنية بتاعتك هارد لك للنادي الاهلي خسارة نقطتين في التعادل مبروك نادي وادي دجلة كسب النقطة اللي هو كان بيهدف ليها ويستحقها بصراحة على الجهد اللي هم عملوه وكمان تقلق عبد المنصف كان مميز جدا والفريق بصلاح كان فعلا ان الظلم ان هو يخرق خسران النهاردة ده كان تحليل مباراة النادي الاهلي والنادي وادي دجلة بشكرهم جزيلا وبكرا ان شاء الله ان نلتقي فيه تريند يلا كورة وتحيين مباراة نادي الزمالك شكرا جزيلا كنت معاكم كريم سعيد اشتركوا في القناة